مساء الخير وكل عام دائما ووطننا وأبناء هذا الوطن بألف خير ومنقول لأهالي وأولياء الأمور بكرة مش يوم الحسم بكرة هو يوم عادي لأبنائنا لا تعيشوا في ضغط ولا تعيشوا في سترس ولا العمر انتهى في التوجيه ابنك نجح إن شاء الله بنجح وبروح اتعثر منقول اتعثر مش منقول والله رسب ونزعل اتعثر في هناك مرحلة ومرحلتين بتقدم ما بتنتهي الدنيا لأنه معدلك النزل واطي مدان فيه أمل وفيه جهد وفيه طموح وفيه تعلمت من خطأي فيه حياة رح تستمر فبكرة يوم مهم لأبناء هذا الوطن ونتمنى أنه يمر هذا اليوم ما نسمع أنه فيه إصابة من أبنائنا خاصة من هوية اطلاق النار بالأفراح وبأكد مرة وثنين وثلاثة أنه من يطلق النار في مناسبة أن هذه المناسبة عنده اضطراب بالشخصية وأنا مسؤول عن كلامي وهذا الحكي وزعوه وانشروه حتى كل واحد يسحب الفد يستحق بلا ما يلبسون الطابق هذه الرسالة الموضوع الآخر فيه تقرير صحفي ورد لأحد الصحفيين تحدث فيه عن مساء الغش وكان ممكن تكون لتقرير صفحة لكنه بطلع ثلاث صفحات حلو أنه يكون للصحفي طموح أنه يغطي حدث معين لكن أنا أتمنى على كل أبناء هذا الوطن الغير أنه يكون الأولوية مش أنا الأولوية نحن كمجتمع ثم أنا إذا أنا في برنامج الليلة فقط بدي أجيب شهرة لبرنامج هنا عمان وأسير أهاوش بضيوفي وأسير أعلي الصوت ونسحب السلاح على بعض علشان أن الناس تقول ولا نور مينة صار فيها هو شي مو هذه الصحافة ولا هذه أخلاق الإعلام حتى أنك توصل الحقيقة ببياضها وبسوادها باعتقادي هذا هو المكسب وهذه هي النضج اللي عم تطل فيه قيادات مش بس بلدنا قيادات العالم الحر وللحديث بهذا الموضوع اللي طولت على ضيفنا معالي وزير التربية والتعليم أهلا وسهلا فيك دكتور فايز السعودي وكل عام أنت بخير وإحنا محظوظين برمضان مرتين نشوفك كل عام أنت بخير وأنا محظوظ والله أخي دكتور سليم وإن شاء الله نتمنى أن نكون هذا رمضان والسنة القادمة سنة خير على الأردن إن شاء الله يا رب وعلى قائدنا قائد مسيرتنا جلال تملك عبد الله الثاني ابن حسين معظم وأنا أتمنى لكل أسرة أردنية أن تكون دائما في حدث فرح وسعادة الحمد لله وهذا الفرح والسعادة أساس للانطلاق للمستقبل وحينما نتحدث عن كافة الأمور حينما نتحدث عن الحقيقة والمصداقية الحقيقة والمصداقية هي عبارة عن ممارسة وليست كلام الهدف منها التطوير والتحسين حينما ننطلق من المصحة العامة وتكون الأساس أنا أعتقد أن نخدم البلد ونخدم أنفسنا لكن حينما ننطلق من المصحة الخاصة لا نخدم بلدنا وبالتالي هذه الصورة ثانية لا نريدها في الأردن وهذه المشكلة التي حكى عنها من جلال سيدنا لرئيس حكومة لكل مسؤول لما نحن نحكي اغتيال شخصية دكتور يعني اغتيال شخصية شو؟ الآن أنا جاني شخص ما بيحب الدكتور فايز السعيد ما بيحبه خلال أنت نقلته وأنت كذا وأعطاني ليس تبتقول أنك أنت سبب تسونامي في الصين وسبب الحرب في البرتغال وغير وغيرات بكل سذاجة أنا أنقل الخبر وأحطه في موقعي طب ماها؟ طب وين المصداقية؟ وين الجدية؟ هذا بنقلني للخبر اللي قرأناه وأزعج الناس أنا شخصيا لما قرأته صرت أبتسم أقول طب يعني من قال أنه ما فيه غش بجامعات العالم وأنا بدرس في جامعة وبدرس لكن لما تصل المرحلة لنسبة معينة خطيرة والله باعتقادي ما حدا بسكت فخلينا نبتدئ من هذا الموضوع وما نشره في التحقيق الصحفي بالقضية اللي صارت وأنا برجع وبقول الأولوية لسمعة التعليم والصحة وهدول الخط أحمر لما بنا نكتب فيهم لازم نتقي الله فيهم فماذا تقول؟ يعني بشكل عام أخي سليم حينما يكون رأي الإنسان وهدفه النقد البناء من أجل التحسين والتطوير هذا مطلوب وهذه صورة من صور الوطن وصورة الإنسان الوطني اللي عنده انتماء لوطنه الانتماء للوطن ليس كلاما هو ممارسة وأداءا وقيما داخلية الآن هذا إذا حكينا عن الأفراد أما إذا حكينا عن الصحافة فالصحافة مسؤوليتها أكبر لأن الصحافة هي باعتبارها عن سلطة مهمة في الدولة حينما تقوم بواجبها على أكمل وجه حينما ينقل التقرير واقع وينقل بطريقة وبأسلوب جيد من أجل تطوير وتحسين العمل في دوائر الدولة هذا الأساس أما إذا كانت الصحافة هدفها التدمير والإساءة هذا أعتقد أنه ليست صحافة لدينا في الأردن صحفيين يتمتعون بقدرات متميزة ودكتور سليم أحدهم الله بارك ولديهم وجهة نظر ثاقبة في سبيل تطوير وتحسين العمل ونحن في وزاة التربية والتعليم وفي الحكومة بشكل عام نؤيد هذا التوجهات توجه الصحفي المهني اللي هدفه من حديثه ومن تقاريره خدمة الوطن والإصلاح دكتور بس أنا بعرف أنه بالوزارة ضبطت يعني أنتوا ضبطتوا عدد كثير وحولتوا وحرمتوا يعني أنا شعرت يعني أنه ما بدي يزعل مني كاتب التقرير لكن فيه كثير أمور عم بيقرأها بالأخبار عادية يعني نعم فيريت يعني تحدثنا أول شيء كإجراءات الوزارة فيما يخص قضايا الغش بشكلها حتى ما الناس يقولوا أنت الأردني غشاشين نعم نعم السيد مصعب اللي كتب التقرير لو إجاني ما رح خليه يتغلب أنه يعمل هالتقصي رح أعطي هاي المعلومات اللي كتبها ومعلومات إضافية كمان أكثر من اللي كتبها عن حالات ومخالفات لامتحان الثانوية العامة منذ زمن إلى الآن صحيح ونحن نعالجها يعني ما في داعي يغلب حاله أنا بقول له شو اللي بصير عنا وبنعرفه من شخصه كحكومة كوزارة التربية وتعليم ونضع كل مرة حلول لهذه المخالفات نعم حتى ما في داعي يغلب حاله أنا قرأت التقرير وإجاني هو مصعب على المكتب وطلبت منه أن أرى التقرير والفيديو لكنه رفض في ذلك الحين فقلت له مدام أنا ما بقدر أشوفه كوزير وأرد عليه ما في داعي أحكي تصريح حوله أنا ما شفته يعني هنا أشوف النقطة المهمة الصحفي إذا أراد تصريح من شخص يجب بالأول أن يطلعه على الحقائق الموجودة عنده وما لديه قال ما ما بقدر قلت له أنا آسف ما بقدر أحكي عن إشي ما بعرفه لكن أنا بعد ما قرأت التحقيق في أكثر من يعني وسيلة إعلامية وجدت أنه هاي المعلومات إذا لو إجاني مصعب قبل فترة أعطيها المعلومات هاي وأكثر منها جميل عن المخالفات في عندنا مخالفات في مخالفات يا سيدي ودائما نحكي فيها في مخالفات من الطلبة داخل قاعة الامتحان وهي مسؤولية الوزارة ونحرر عقوبات بحق من يخالف ولدينا في هذا العام 2500 مخالف من الطلبة الآن أقول لك أنه في طلبة بيخالف وما بتعاقب وممكن من رقم قديش عدد الطلبة من 138 ألف طالب 138 ألف 138 ألف قديش عندنا 2500 2500 هدول لا يتعدوا معناته تقريبا واحد فاصل شو نسبة بسيطة الآن بدي يحكي لي المشاهد الكريم أنه في حالات بغش ما بتنمسك ممكن ممكن ما بقول لك لا أنا ما بقول لك كل حالات الغش تضبط لكن ضمن المعطيات المتوفرة والأدوات الموجودة استطعنا أنه نضبط هذه المخالفة إذن في مخالفة هل تتستر الوزارة على مخالفة تصلها أنه في المدرسة الفلانية تسيب؟ لا أبدا أي ملاحظة تصدر من أي مكان حتى بعد مرات بحكم معنا أخي سليم على الخط الساخن وما بعطوا أسماءهم وتستعين بالأمن العام؟ ونستعين بالأمن العام بالسنة بدورة من دورات الامتحان حنى أكثر من أربعين شخص حاولوا إرسال إجابات للطلبة في غرفة الامتحان وتم إحالتهم للقضاء يعني هناك إجراءات ما في تستر حتى أخي بدا أكي لك لنقارن أنفسنا في عواصم عربية وحتى عواصم أجنبية يسيدي أقول لك الامتحان هناك مخالفات للتعليمات في الامتحانات في كل العالم حتى في دولة من الدول الراقي جدا السنة الماضية تسربت أسئلة الرياضيات كاملة أصبحت بأيدي الطلبة قبل يوم الامتحان لكن حوسب هذا الشخص طبعا بالتأكيد هناك دولة من الدول إحنا أخي سليم والمشاهد الكريم يمكن فيه كثير ناس يعرفوا إجراءاتنا إحنا أي معلومة تصل إلى الوزارة من الخط الساخن نعمل عليها فرضا شخص قال والله فيه مكبرات صوت حول القاعة الإفلانية نتواصل في عنا ضابط ارتباط أمن عام في قاعة في غرفة العمليات هذا يتواصل مع الأمن العام ومع الحاكم الإداري يقول له أنه فيه في المنطقة الإفلانية كذا وكذا وهي مسؤولية الأمن العام والحاكم الإداري خارج القاعة داخل القاعة لدينا زملائنا يقسمون على القرآن الكريم عرفت كيف وبالتالي عملية القسم هي زيادة الثقة في عملهم داخل القاعة أي حال الضبط يتم تحرير مخالفة فيها المخالفة التي تتحرر كالتالي هذه واحدة من المخالفات التي حررت في القاعة بتاريخ 16-6-2012 طالب من الطلاب كان لديه مخالفة المخالفة تتعلق تم ضبط قصصات من الورق تتعلق بماتة الامتحان مع المشترك الساعة 39-35 هذه القصصات نصور صفحات من الكتاب هذه قصصات الورق نعم هذه مطبوعة في مكتبه بالتأكيد ونعرف في مكاتب يطبعوها الآن هذه المخالفات توثق وتسجل ويحرر عقوبة العقوبة بناء على تعليمات أترى وهم أذكر أم نحكي عن طالب بمدرسة يا جماعة أم نحكي عن نص مدرسة أم نحكي عن طالب بمدرسة أربعة بمدرسة أنا هذا الذي يجب أن يصل للمواطن أيضا حتى لما نحكي عن مدارس يا دكتور يعني كمان ما نجلد حالنا ونبين حالنا أمام العالم أننا الأمور فلتانية لا يعني همه هالمدرستين ثلاثة أربعة خمسة ستة من الألافات دكتور عنا ألف وثمانمية ألف وستمائة وثلاثة ثمانين قاعة امتحان ألف وستمائة وثلاثة ثمانين الآن اللي بحدث في عدد قليل منهم مخالفات لكن تحرر عقوبات الآن ما في حدا بالعالم بيقول أنه الكل اللي بيغشوا بتعاقبوا في عدد بفلتوا لأسباب معينة قد تتعلق في وجود تكنولوجيا جديدة لكل سنة باكتشف يعني العام اكتشفنا ساعة قبلها اكتشفنا لاقط بحبة العدس يضع في الأذن حتى واحد من الطلاب خفنا عليه لما اكتشفناها طلناها بملقط خوف على طبلة الأذن عنده يعني خوف عليه مش خوف منه فلدينا عقوبات تحرر داخل القاعة يعني كمان يعني في عنا ملاحظات أنه بعض الأحيان في شخص ممكن أنه يمارس ممارسة من المراقبين غير سليمة في قاعة الامتحان يتم اتخاذ الإجراء اللازم يعني العام السنة الماضية وجدت أنه من الأفضل من له ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أو زوجة ما يكون رئيس قاعة هاي ليش إحنا سويناها لأنه جتنا معلومة وتأكدنا أنه في رئيس قاعة إحدى المرات حاول عرفت كيف أنه يساعد بطريقة أو معين لأنه إليه ابن في قاعة فتم يعني اكتشاف ذلك في لحظته وحرمانه من المراقبة رئاسة القاعة والسنة اللي بعدها وضعنا تعليمات جديدة بأنه من له قرابة من الدرجة الأولى لا يكون رئيس قاعة لماذا؟ لأنه رئيس القاعة بيكون معه مغلة في الأسئلة إذن إحنا عندنا ألف رئيس قاعة طلع واحد يعني بجوز ذم تراهت عمل تعليمات حتى يصير في مصداقية للامتحان ويشعر الطالب الأردني بأنه ظروف الامتحان وظروف واحدة ولما أتحدث مع زملائي مدرى المدارس اللي أنا بثق فيهم تماما ورؤساء القاعة تفهموا الموضوع يقولون يا أخوان إحنا بدنا نزيل الشبهة عنكم ما بدنا حدا يشك فيك لأنه ابنك قد يكون ممتاز جدا لما يحصل على معدل يقولون لأنه أبو رئيس قاعة